تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية والعربية وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدة معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت خلال استقبال جلالته له هذا اليوم في قصر الصافرية كما نقل معاليه إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وتمنيات سموهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرقي ورحب حضرة صاحب الجلالة بمعالي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت وأبلغه بنقل تحياته لأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت وصاحب السمو ولي العهد وتمنيات جلالته لسموهما بدوام الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التطور والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة وتهانيه الخالصة لسموه بالعام الميلادي الجديد سائلا جلالته المولى تعالى أن يجعله عام خير وبركة على الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع وأعرب جلالته عن اعتزازه بأواصل العلاقات الثنائية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والشقيقة دولة الكويت وما وصلت إليه من مستوى متقدم في جميع المجالات في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وترسيخ دعائمها موشيدا حفظه الله بالدور الريادي لصاحب السمو أمير دولة الكويت في توطيد العلاقات البحرينية الكويتية وتعزيز العمل العربي المشترك